اشتركوا في القناة 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 فيقولوا ما هذا اشتركوا في القناة 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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري ميطاتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجسك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير ضعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطوا أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدوا وآتاهم تقواهم فهل ينذرون إلا الساعة أن تأتيهم بغطة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاء أسهم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لدمك وللمؤمنين والمؤمناس والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة مهكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينذرون إليك ندر المغشي عليه من الموس فأولى لهم ضاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين رتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم والشيطان سوال لهم وأملا لهم إن الذين رتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم والشيطان سوال لهم من بعد ما لهم والهدى الشيطان سوال لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنضيعكم في بعد الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفزهم الملائكات يدربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رهوانه فأهبطوا أعمالهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَوا اللَّهُ أَدْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُوا الْأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَهْنِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارُكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسْوَدُوا أَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاءُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَدُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُهْبِطُوا أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَضِيعُوا اللَّهَ وَأَضِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا أَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرُوا اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُوا وَلَهُمْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ بَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُفِقُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِزْ أَدْغَانَكُمْ هَا أَنتُمْ هَا أُولَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنَّفْسِهُ وَاللَّهُ الْغَنِيُ وَأَنتُمُ الْفُقْرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَسْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَّمَ مِنْ دَمِّكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سُرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْسُرَكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَسْدَادُ إِيمَانًا مَا إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْءُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَاتِهَا الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَذِيمًا وَيُؤَنِّبَ الْمُؤْمِنَا فِقِينَ وَالْمُؤْمِنَا فِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الدَّنِّينَ بِاللَّهِ دُنَّ السَّوءُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءُ وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ بَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقُ أَيْدِيهِمْ فَمَنَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُمْ لَهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَذِيمًا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلسنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم درا أو أراد بكم نفعا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلَ دُنَاتُمْ أَلَّنْ يَنْقُلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَدُنَاتُمْ دُنَّ السَّوءُ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُؤَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّهِيمًا سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغانم لتأخذوها دارونانا اتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لا تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تهسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تضيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يؤذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأمر يد حرج ومن يضع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تهتها الأنهار ومن يتولى يؤذبه أدابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فسحا قريبا ومغانم كثيرتا يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرتا تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم شراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يزدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلص من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببدن مكة من بعد أن أدفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدكم عن المسجد الحرام والهدي مأكوفا أن يبلغ مهلة ولولا رجال مؤمنون منساء مؤمنات لم تعلمهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فسحا غريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليدهره على الدين كله وقفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنزل كزرع أخرج شدأه فآزره فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيد بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منهم مغفرة وأجرا عديما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبض أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحنوا الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عديم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يأقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفورا رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يضيئكم في كثير من الأمر العنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلهوا بينهما فإن بغس إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فأصلهوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلهوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ بِنْ قَوْمٍ أَسَاءً يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ أَسَاءً يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ أَسَاءً يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِإِسَالِ اسْمُ الْفُسُوقُ بعد الإيمان ومن لم يطب فأولئك هم الذالمون يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الدن إن بعد الدن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعدكم بعد أيخب أهدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله طواب الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأمتا وجعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أسقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلسكم من أعمالكم شيئا إن الله إن الله خفور الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم موضر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيدا مسنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإن عدنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبسنا فيها من كل سوج بهيج تبشر طوى ذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبسنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد وأهيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كان دباس قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لود وأصحاب الأيكة وقوم طبع كل كان دبا الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونهن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلق المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عطيد وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاء السكرة الموت بالحق لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا أنك غضاءك فبصرك اليوم هديد وقال قرينه هذا ما لدي عطيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد منع للخير مؤتب مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أدغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختسموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بدل من للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مسيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيد من خشي الرحمن بالغيب وزاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مسيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بدشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاسبر على ما يقولون وسبح بهم دي ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نهي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض أنهم سراعا ذلك هشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والداريات دروى فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصابق وإن الدين الواقع والسماء ذات الحبق إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفق قتل الخرسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون دوقوا فسنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهر هم يستغفرون وفي أنبالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبسرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لا حق مثلكم أنك مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك هديث ديف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرغ إلى أهله فجاء بأجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبالة مرأته في سرطنا فسوكس وجهها وقال سعجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم والعليم